النص السماعي القاهرة تقع القاهرة تحت سفح جبل المقطم تحيط بها أسوار جميلة متينة ذات أبواب بديعة مصفحة بالحديد وفي المدينة صناع وتجار وعدد من المدارس التي تثير الإعجاب بأبعادها وحسن بنائها وزخرفتها وكذلك عدد من المساجد المنسجمة البديعة ويضم حي يسمى بين القصرين دكاكين يباع فيها اللحم الناضج كلها مجهزة بأوان من قصدير وتباع في أخرى مياه مصنوعة من جميع أنواع الأزهار ومثاقها رفيع جدا وبعيدا من هنا توجد فنادق الثياب الصوفية المستوردة كذلك من جميع بلاد أوروبا وفي الجانب الآخر يوجد زقاق يقيم فيه بائع العطور كالمسك والعنبار وعلى جانب من هذا الزقاق ما يفضي إلى حين يباع فيه الورق الجميل السقيل والتجار الذين يبيعون هذا الورق يبيعون أيضا الأحجار الكريمة يحملها دلال من دكان إلى دكان معنى الثمن للمزاد وفي القاهرة مارستان كبير يجد فيه المريض كل التسهيلات والعلاجات الطبية وجميع ما يحتاج إليه حتى الشفاء وفي خارج القاهرة توجد قلعة السلطان ومهما تبعد من السكان تسمع عنها معلومات عن القصور البديعة المفروشة بقطع من المرمري مختلفة الألوان مرسقة بكيفية عجيبة وسقوفها كلها مكسوة بالذهب وأحسن الألوان ونوافدها مزدانة بالزجاج الملون مثل ما يشاهد في بعض أماكن أوروبا وسكان القاهرة متى تصاحبهم تجدهم أناس طيبين يزاولون التجارة والصناعة ويرتدون لباسا حسنا يكون في الشتاء عبارة عن أثواب صوفية وأخرى محشوة بالقطن ويلبسون في الصيف قمصانا من القماش الرقيقي ويضعون فوقها ملابس منسوجة من الحرير المخطط بالألوان وعلى رؤوسهم عمائم كبيرة من قماش مستورد من الهند أما لباس السيدات فهو فاخر يحملن أكاليل على عجباههن وعقودا في أعناقهن ويضعن على رؤوسهن غطاء ثمينا وفستانهن مصنوع بعناية ومزدان بطرز جميل ويتذثرن بغطاء من نسيج القطن بالغ الدقة والنعومة مستورد من الهند وينتعن أخفافا أو أحذية جميلة على الطراز التركي وفي القاهرة عد من الباعة المتجولين يبيعون أشياء متنوعة كالفواكه والجبن واللحم النيئ والمطبوخ إلى غير ذلك من المواد الغذائية شكرا